هذا وقد أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية إيغور كوناشينكوفا أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية استطاعت إسقاط 18 طائرة أوكرانية بدون طيار وأضاف كوناشينكوفا أنه تم تدمير مستودع أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات من تراز S-300 مؤكدا أنه منذ بداية العملية العسكرية الخاصة تم تدمير ما يقرب من 289 طائرة بدون طيار فضلا عن 1656 دبابة ومركبة قتالية مصفحة أخرى و 169 قادفة صواريخ متعددة و 684 مدفعية ميدانية ومدفع هاون فضلا عن تدمير 1500 من المركبات العسكرية الخاصة